اشتركوا في القناة في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتوسيع افاقها مؤكدا جلالته بان العلاقات البحرينية السعودية ترتكز عبر تاريخها العريق على اسس راسخة من التعاضد والتضامن الوثيق وتعد نموذجا رائدا لتكامل الرؤى الاستراتيجية والتوجهات حول مختلف القضايا كما اشهد جلالة الملك المفدى بالدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود حفظه الله في حماية امن واستقرار المنطقة ورؤيتها الطموحة داعمة لجهود التنمية والتطوير بالاضافة الى نصرة قضايا الحق والعدل والسلام وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة لجهود سعادة السفير الدكتور عبدالله بن عبدالملك الشيخ في تعزيز الروابط الاخوية الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين فقد تفضل جلالته رعاه الله بمنح وسام البحرين من الدرجة الاولى ومن جانبه عرب السفير السعودي عن بالغ الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على منحه هذا الوسام مثمنا دور جلالته الهام وجهوده المستمرة في ترسيخ وتطوير علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة